لا الفنين عاصي ذكرت انه ما سيت كليب معه بس عملت عملنا كليب وقتها سنسخف انه بعدين اندمت لا بالعكس انا كان هو الكليب الوحيد هاي التجربة الوحيدة بهاي الفترة دقوا لي قالوا لي كليب تذكروا قالوا لا انا اطلعوا لي ما بدي اشو كليب انا ممثلة انا بدي اصير ممثلة انا ما بدي اطلع بكليب انا بدي اصير ممثلة بس لما قال لي عاصي العمى فرحت طار عقلي انا خفت من قصة اني اعمل الكليب وانا هدفي التمثيل عرفتي رجع قال لي طب اسمعي الغنية وخبرينا وانا شو انا بقولك بقول لا عن طفولي اسمعت الغنية العمى انه حبيتها كتير ورجعت فكرت انه انا كتير بحب عاصي الحلاني وبحب كل اغني قالت ليش لا انه ما في اشي اذا عملت كليب يعني واذا ممثلة عملة كليب بتصير عملتها كتير اهتموا فيني كتير كانوا لطيفين معي كان معنا نخرج عادل سرحام من دمت على العمال بس اذا مي ما طلبك لكليب ما بتقبل confusion ممي حتى ودف الإنتقاص من فكرة اللي كليب بس هو لانو انا مو بهذا الوارد يعني نمي بيخترلي فما بعرف شي يوم كان في فكرا كان empieza شيء معين أو رسالة معينة بدأت توصل. ما بعرف إذا بيصير هيك. بس أنه أنا ضد لأنه أنا عندي شيء تاني ملهية فيه. أنا ممثلة وهدف التمثيل وشغل في أني أعمل أدوار. رح نختم بآخر صورة لممثلة بتقولي أنه أنت هي الأقرب إلى قلبك. الممثلة نادين نجيم. في كتير يمكن مسلات بيعتبروها كومباتتر أو لنادين. أنت لا بتحب تمثيلها وبتقولي أنه هي قريبة عليك. أنا تعرفت عليه على نادين من فترة عن طريق أصدقاء مشتركين. أول مرة حكينا شوي تاني مرة حكينا أكتر أكتر أكتر. فجأة لقيت أنه أنا وياها صرنا قراب من بعض. وما هيك عم قلت لك ظروف الحياة أحيانا متبعدك. هي عند حياة أحيانا. بس أنه لما منلتقى لا هي رفيقة وهي كتير قدعة وهي كتير تسمع وبتحاول أن تعتفي. تشغر على حالة. حي الممثلة الأولى بلبنان ندين نجيم لكن في كتير ممثلات واليوم موجودين على الصحة وهنا النجمات ما فينا ننكر وجودا أبدا. بس يمكن ندين عملة حالة مختلفة. بس كمين عم يهاجمون ندين. ندين عملة حالة مختلفة بالدراما. مستيق تتعرض لهجوم وخصوصة بالتغيير اللي عم تعمله بشكله. أهلا هذا الموضوع أنا معه أبدا. يعني كل حدا هو حر بشكله. أنا بشوفها حلوة وبحب شغلة كتير. ومن قبل ما أعرفها أنا بحضر كل مسلسلاتها. أنا عم بحكي عن هيك من قلبي يعني. أنا ندين اليوم أكيد هي ممثلة وأكيد هي نجمة. بس أنا لما بكون معه بنظر لك صديقة بعيدا عن النجومية والفن والتمثيل.